بهدف تشجيع الطلاب من أجل مواصلة الدراسة قام اليوم أمين الدولة بالتعليم العال والبحث والابتكار الدكتور حسين مسار قام اليوم بإزيارة لجامعة الملك فيصل وكان في استقبال رئيس الجامعة البروفيسور عبدالله بخيت صالح بجانب المعلمين تقرير مريم عبد رحيم عرضي ها هو العام الدراسي الجامعي يرحل ويستعد لإغلاق الأبواب وراء أيام مضت مضت بكل ما فيها من جد وتعب واجتهاد بموادها الدراسية الصعبة والسهلة وتزامنا مع ذلك فقد أتت هذه الزيارة التفقدية والتشجيعية لأمين الدولة في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حسين مسار حسين برفقة رئيس الجامعة عبدالله بخيت وعدد من الأساتذة في الجامعة وذلك لرؤية مدى جاهزية الطلاب لبداية الامتحانات النهائية وعلى هذا الصدد أمين الدولة في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وبعد أن تفقد أغلبية الأقصام بالجامعة حثى الطلاب على السعي من أجل التعليم الطلاب يتميزون بالجد والاجتهاد ولا بد من تشجيع هؤلاء الطلاب وتشجيع هذه الإدارة التي تسعى وتسهر من أجل الضبط العمل واستمرار مسيرة التعليم أما من جهته رئيس الجامعة شكر جميع العاملين في وزارة التعليم وقدم شكره إلى الدولة في التعليم العالي على زيارته المتكررة عدد الطلاب الممتحنين أو عدد الطلاب الذين سجلوا رسميا بجامعة الملك فيصل للآمل الجامعي الحالي و5 270 طالب وطالبة الذين جلسوا للامتحانات في السبيحة هذا اليوم 4978 طالب وطالبة تبقى الإشارة إلى أنه من أراد أن يصنع نهاية لعامه الدراسي معنا فعليه أن يشتهد فيه وأن يدرس ويصنع لنفسه مستقبلا يليق به ولا شيء يتحقق بروعة وفخامة إلا أن كان قد سبقه تعب في الجد مكلل بالعمل الدؤوب